السلام عليكم عزيزات طلبة ان شاء الله تكون صحة وسلامة اليوم عندنا ان شاء الله اول محاضرات الكورس الثاني الى تعلق بالAC machines بالحقيقة احنا بهذا الكورس نحناخذ من الAC machines رح ناخذ الAC transformer رح ناخذ ان شاء الله بالAC transformer رح ناخذ كل انواعها رح ناخذ single phase رح ناخذ الthree phase transformer رح ناخذ طرق رابطها رح نأخذ طرق تحليلها إن شاء الله تكون المحاضرات تكون واضحة وسهلة وما تواجهون بها صعوبة طبعا كمقدمة تاريخية أنت تعرفون أول مشاريع توليد توزيع الطاقة الكهربائية اللي قدمها أديسون بالقرن التاسع عشر كانت تستخدم الـ DC Source أو الـ DC Current توزيع الطاقة الكهربائية بتوليدها وتوزيعها بنفس الوقت وكان مناطق أو مساحات التوزيع تكون مساحات قريبة من مناطق التوليد بحيث يوزع للمنازل أو المصانع يوزع الطاقة الكهربائية إلى مسافات ما تكون بعيدة ضمن مدينة خنقول مدينة واحدة مدينة صغيرة يوزع بها الطاقة الكهربائية اللي كانت تكون عبارة عن DC Supply DC Current يوصل إلى المنازل والمعامل وكان بفولتيات قليلة على مدل الـ Safety حتى الناس متتأثر بالفولتية فبالمقابل حتى أنت ترسل طبعا الـ Electric Power أو طاقة كهربائية حتى تستفادن عندها إذا كان عندك فولتية قليلة بالمقابل راح يكون عندك تيار كلش عالي تيار العالي يسبب لي لصز كانت الأمور ماشية بس بعدين بعد ما نجح المشروع وحتاج أن يوسعه ويرسل الطاقة الكهربائية إلى مناطق أبعد بعيدة عن مناطق التوليد أو الـ Generation فواجه مشكلة كليش كبيرة أنه تعرفون أنه DC Current يسبب لصز كلش عالي فهذا اللصز أفشل عملية إرسال هذه الطاقة الكهربائية إلى مناطق أو إلى مسافات بعيدة فاضطروا أنه يتحولون من الـ DC Supply إلى الـ AC Supply بالـ AC Current توفرنا إمكانية كلش كبيرة أنه كلش مهمة هذه الإمكانية أنه أنا أقدر أرفع الجهد إلى قيم كلش عالية باستخدام الترانسفورمر وتعرفون إذا أنا رفعت الجهد راح بالمقابل الـ Current راح يقل عندي فنفس القدرة الجهد آني أرسلها سابقا بـ Current عالية سراح أقدر أرسله بـ Current قليل تعرفون أنه High Voltage ما تسبب للصز بس الـ Current هو بالحقيقة اللي سبب للصز في مقاومة أسلاك النقل الترانسفورمر طبعا كانت مختارية قبل هذا الوقت أيضا هو بالقرن التاسع عشر بس ما كان اللي طبعا أول ما نقدمه هو ميشيل فارداي مثل ما تعرفون بس ما كان لها ذاك التطبيق المهم من صار عندي نقل الطاقة الكهربائية باستخدام الـ AC ظهر الفائدة العظيمة لهذا الجزء من الـ Electric Component عندي اللي هو الـ AC Transformer اللي ترفع لي القدرة الكهربائية إلى فولتيات عالية بالمقابلة تقلل لـ Current وقلل لـ Losses ونجح المشروع نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات كلش كبيرة طبعا تتعرفون أنه إذا قللت الـ Current بـ Factor الـ Losses رح يقل بالـ Square Factor فمثلا يعني إذا عندي صار عندي نقصان بالـ Current بـ Factor 10 الـ Losses رح أتقل بـ Factor 100 لأن الـ Losses هي I2R فاتقل بـ Mقدار مضاعف وهذا بالحقيقة طبعا وراء فبعدها بدت التطويرات أنه من القرن التاسع عشر أنه تدخل التحسينات والتطويرات والـ Optimization للـ Transformer إذا وصلنا إلى شكلها اللي بالوقت الحالي طبعا هذا مخطط بسيط للـ Transformers تستخدم في الـ Transmission Line أنه أستخدم 2 Transformers الوحدة Step Up Transformers ووحدة Step Down Step Up Transformers تكون منطق الـ Generation الـ Pore Station ماتي أولد الـ Voltية أرفعها بعدين باستخدام مثلا إحنا بالعراق هنا نستخدم خطوط نقل 400 كيلو فولت بحيث أنا أرفع الـ Voltية إلى 400 كيلو فولت بالـ Transmission Line وأنقلها طبعا بالمقابل هاي الـ 400 current رح يكون مالتها كلش قليل والـ Losses رح أقلل Losses من أصل إلى منطقة الـ Users أبدأ أنا أرجع أخفضها باستخدام Step Down Transformer هذا الشكل بسيط لهالي ترانسفورمر اللي تشوفوها من مناطق مالتنا اللي هي Step Down Transformer تقلل لـ Transformer من الـ 11 كيلو فولت إلى 200 أو 400 فولت ثري فيز Line to Line مبدأ عمل الترانسفورمر طبعا إنتوا تعرفوا أكيد الترانسفورمر موجد عليها موجد عليكم أنه هي الـ Construction بالحقيقة يتألف من 2 Winding هاي الملفين ملفوفات على Core Magnetic Material Core أي نوع يكون حديد أو يكون ferrite أو يكون steel هذه الكور طبعا إحنا مثل ما شرحنا بالكورس الأول القلب الحديدي وفائته أنه هو اللي يولد لي المغنتيك فيلد يعني أنا أقدر أستخدم الترانسفورمر بدون كور حديدي بس هذا الكويل لوحدة إذا يلف بالهواء إمكانية توليد الهواء للمغنتيك فيلد رح تكون كلش قليلة فما رح أقدر أنا أكون تكون عندي ترانسفورمر ناجحة لأنه ما عندي مغنتيك فيلد وأساس عمل الترانسفورمر طبعا هو المغنتيك فيلد طالما أنا عندي ما عندي مغنتيك فيلد رح يصير عندي يعني اشتغال صحيح للترانسفورمر فلازم أنا عندي مغنتيك فيلد أولده باستخدام آيرون كور أو أي نوع من الماتيريال المغنتيك ماتيريال أستخدمها التو كويلز تنلف على هذا الكور ورح يولد لي المغنتيك فيلد اللي رح يدور داخل هذا الكور وهذا المغنتيك رح يحث عند UCMF بالسكندري طبعا واحد من الكويلات نسميه برايماري والآخر نسميه سكندري التسمية طبعا هذه ما ترتبط بأي تصميم للترانسفورمر بس التسمية تربط بالجزء الكويل اللي أنا رح أوصله للسابلاي هذا شسميه أسميه برايماري والكويل اللي رح أوصله لللود هذا رح أسميه السكندري يعني أقدر أنا أقلب للترانسفورمر إذا قلبته الجزء هذا اللي كان متصل باللود وتسميه سكندري رح يصير برايماري والجزء اللي كان اسمه برايماري ومرتبط بالسابلاي من رح يربط لللود رح يسميه رح يكون هو السكندري يعني هاي النقطة هواية طلاب يغلطون بها يستورون أنه مثلاً اللو فولتج طبعا نحن تعرفون أنه أنتو هذا هنا عندي يأما الـ V-input يكون أكبر من V-out فرح تكون step down أو الـ V-input يكون أقل من V-out يعني يصير عندي تكبير الـ V-out يكون أكبر فرح يصير step up transformer فبعض الطلاب يصور أنه مثلاً أبو الـ High Voltage هو السكندري وبالـ Low Voltage هو الـ Primary أو بالعكس أبو الـ Low Voltage هو يكون السكندري والـ High Voltage هو الـ Primary لا الـ Primary والسكندري نحن نربطها حسب ربط الترانسفورمر نحن الترانسفورمر من أي جزء الطرف المواصلي للـ Supply هو الـ Primary يكون عندي والطرف المواصلي للـ Load رح يكون هو السكندري يعني كأي معدة كهربائية الـ Input و Output رح يكون الـ Input هو Primary الـ Input Power والـ Output Power هو رح يكون أسمي السكندري طبعاً هذه الـ Primary والسكندري طبعاً كل واحد يعتمي على عدد لفات عدد لفات يأما تكون مساوية فرح تكون ترانسفورمر و ترانسفورمر يعني ما يصير عندي بها زيادة بالـ Voltage أو نقصان تستخدم أكو هيتش ترانسفورمات بها استخدامات خاصة تستخدم للعزل الكهربائي يصير عندي انسلات بين 2 سيركيات فأخلي بيناتها Unity Transformer أو إذا كان عدد لفات الثانوي أو السكندري أكبر من عدد لفات الـ Primary رح يكون عندي ترانسفورمر أو بالعكس إذا كان عدد لفات الـ Primary أكبر من عدد لفات السكندري رح يكون عندي ترانسفورمر طبعاً إحنا تعرفون أنه الترانسفورمر هي Energy Conversion Element تحول للطاقة الكهربائية من شكل إلى طاقة كهربائية أيضاً بشكل آخر يعني شو نشكل؟ يعني بفولتية وكرينت فقط أما الـ Frequency ما رح يتغير عندي أثناء تحويل هذه الـ Electric Power طبعاً تعرفون مثلاً نحنا الـ Energy Conversion أخذنا الـ DC Motor هو أيضاً كان يحول للطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية الجنريتر هو كان يحول للطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية أما الترانسفورمر هي Energy Conversion تحول للطاقة الكهربائية أيضاً إلى تحولها إلى طاقة كهربائية بس الشكل اللي يدخل بالطاقة الكهربائية رح تختلف عن الشكل اللي تخرج بالطاقة الكهربائية من حيث الفولتية ومن حيث الفيك كرينت فقط أما الفركوانسي فالظل ثابته ما يصير أن يتغيير بالفركوانسي في الترانسفورمر هاي المعدة طبعا اللي رح تتكون من الكور الحديدي الكور طبعا لازم يكون لامينيتد نفس الأسباب اللي أخذناها بالجنريتر والديسي موتور أنه أنا عندي بالكور رح يصير لوسز عندي نوعين رئيسيين لوسز اللي هي الهيستيريسي لوسز والأدي كرينت لوسز هاي اللوسز شون أقل لها أو الهيستيريسي لوسز أقل لها باستخدام مبنك المتيريال ذو مواصفات بغناتسية عالية بحيث يكون البي أش كيرف ماتش يكون رفيع تقريبا لينير أما وأبتعد عن المتيريال ذات البي أش كيرف العاريض اللي ولد لي هيستيريسي عالي كلش هنا الهيستيريسي أنا ما أستفاد منه عنده مضر جدا ممثل ما كان بالجنريتر أستفاد منه عنده بالرزيول فلكس هنا الهيستيريسيز أو المتبقي داخل أو الهيستيريسيز في نومنا ماتي أنا هنا مضر جدا بالترانسفورمورت والتحرارة كلش عالية أثناء أثناء تقليب الدايبولز داخل المتيريال 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 ومن نفس الوقت عندي المتيريال هو موصل كوندكتينج متيريال فراح يبدأ يتعرّف إلى مجنتيك فيلد فراح يصير عندي انبيو سي ام اف وين داخل الكور وهي انبيو سي ام اف راح تولد لي ادي كارنت يدور داخل المجنتيك كور فحتى أقلل هذي ادي كارنت شا سوي أسوي 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 اعبارة عن شيتات ذات سمك كلش قليل معزولة كهربائيا بحيث تأزلي المسارات مال كارنت وتقللها وتضيقها وراح يقل عندي ادي كارنت بشكل كلش كبير مبدأ عمل طبعا الترانسفورمر مثل ما قلنا هو يعتمد على نظرية فارداي اللي اش يقول نرجع على نفس الموضوع مالتنا بالماشين اللي اش يقول اذا عندي موصل موصل للتيار الكهربائي موضوع داخل مجال مغناطيسي وصار عندي رلاتيف موشن بين من بين المجال المغناطيسي وبين الموصل هاي الريلاتيف موشن يأما انا اسببها احركها مثل ما كان بالجنريتر احرك الملنك فيلد رحش تولد عندي ديو سي ام اف بالكوندكتر او لا هنا بالترانسفورمر بدل ما احرك شا سوي اسوي المجال المناطيسي هو مجال متغير شون اسوي مجال متغير عن طريق استخدام اي سي سورس الاي سي سورس يكون هو متغير مع الزمن متزايد بعدين متناقص بعدين يصير ناكتف يقليب اتجاه فالدايبولس عندي بالمجال رح يصير بها رح تتحرك بالنصف الاول الموجة رح تتجي باتجاه بالنصف ثاني رح تعكس اتجاه فرح يصير عندي مجال متغير بالقيمة والاتجاه بنفس الوقت يعني المجال المناطيسي اللي رح يدور داخل هذا المجنتيك كور رح يكون مجال متغير بالقيمة يعني يبدأ من الصفر يزايد الى ماكسيمم بعدين يرجع للصفر بعدين يقلب بالاتجاه المعاكس يزايد وينقل وفي كل سايكل تتكرر عندي هاي العملية فرح يكون عندي مجال متغير هنا هذا المجال متغير رح يشوف يشوف ملفات امامه رح يحث بها يحث انديوس اي ام اف الانديوس اي ام اف المحتف هنا يعتمد على قيمة المجال وسرعة التغير مات نفس ما كان عندي بالجنريتر هناك الجنريتر كل ما افر اسرع كل ما رح يولد عندي انديوس اي ام اف اكبر هنا بدل ما ادور او افر هنا رح يتغير كل ما التغير مات رح يكون اسرع او اكبر كل ما رح يكون الانديوس ام اف المتولد التغير هنا شون اتحكم بي اتحكم بي عن طريق الفركنسي ما الان approximate source كل ما يكون عندي الفركنسي اعلى كل ما رح يتولد عندي الانديوس ام اف الي رح تصير عندي تتولد هنا رح تكون اكبر بس هنا نقطة كلش مهمة انا لازم اراعيها نقطة مهمة جدا جدا باعتماركم كامون ديسين كهربائي انه هذا الماقنيك ماتيريال قابلية دوران الدايبونس بتختلف من ماتيريال الى ماتيريال اكو ماتيريال الدايبونس بطيء ما يفتر تحدثنا بها ايضا يعتمد على البي اش كي ارغماته الماتيريال تحتاج قوة حتى تدورها تدور بوطء فبهاي الماتيريال في الحديد العادي ما اقدر استخدم هاي فركونسي لازم استخدم فركونسي قليل ما يتجاوز الخمسين هيرت يعني هو الخمسين هيرت يعني ادوب انا اقدر بي في كل سايكل انا ادور الخمسين هيرت يعني خمسين مرة انا بالثانية ادور هذا الدايبونس في اقلب اتجاهها خمسين مرة بالثانية اقدر احقق هذا بس اذا زياد التردد يعني اذا وصلت الى الف هيرت أو ازل من الف يعني الف مرة انا اردق لي بالدايبونس بالثانية الحديد رح يفشل وما رح يقدر يحقق لك هذا الانقلاب بس اكو ماتيريال لا مثلا الفرايت لا تتحمل انه اه التقليب او اه عكس اتجاه الدايبونس بترددات عالية فاني لازم اعرف انه انا التردد الاستخدمة اش عندي ماتيريال هل يتحمل هذا حدود الماتيريال هل تحددها التردد واشتغل عليه بالعموم تخليوا بالكم يعني حتى ما تدخلون بجداول ومعادلات بالعموم الحديد كل انواع الحديد الخمسين هيرت سيدوب يتحملها اكثر من خمسين هيرت رح تدخل انت بمشاكل انه رح يصير عندك لصص عالية كلش ورح تفشل عملية اه 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 توليد المجال مغناطيسي وقلب اتجاهه رح يدخل بالستشريشن داخل الماغنتيك متيريال فانتو بالحديد تعرف انه من خمسين لاميت هيرت ماكسيموم ما تقدر انت تتجاوز اذا تريد تستخدم اكثر بكفاءة عالية لازم تغير الماغنتيك متيريال مانتك وتستخدم اه سيليكون ستيل او الفرايت هاي الماتيريال هي تستخدم اه تتحمل ترددات عالية فسا هذي الاندو سي ام اف اللي رح يتولد عندي نتيجة لتعرضه في الاندو سي ام اف في هذي الكويل وفي هذي الكويل طبعا هنا هندخلوا مبالكم احنا عدنا مجال واحد يدور داخل الماغنتيك يعني اسا عدنا دائرتين كهربائية دائرة البرايمري متوصلة الى سبلاي اي سي ودائرة السكندرية متوصلة الى لود اي رابط كهربائي بين هاي الدائرتين ما عندي بالترانسفورمر اي رابط كهربائي عن كارنت يدخل في هذا الكويل يدور بالملفات ويرجع من هذا الطرف المصدر والكارنت يطلع من هذا الكويل يروح الى اللود ويرجع يدور بالملفات ويرجع بهذا السايكل ماتي هنا هنا عندي سيركيط وهنا عندي سيركيط هذا السيركيط ما لا علاقة بهاي السيركيط اي توصيل كهربائي اي كارنت من هاي دائرة البرايمري الى دائرة السكندرية هناك عزل تام بين الدائرتين زيان الطاقة الكهربائي شوندت النقل عندي من برايمير السيكند ننقل عن طريق الماغنتيك فيلد الموجود ينقل من دائرة البرائيمير إلى دائرة هذا الماغنتيك فيلد هو فيلد واحد يعني هنا عندي I1 و E1 و N1 الدائرة الثانية شبهها بها I2 V2 E2 N2 بس الفاي شنو الفاي هو ما عندي لا فيلد واحد ولا فيلد واحد عندي فيلد واحد ترجمة نانسي قنقر